حقائق جوهرية لاحظها مراقبون تذهب إلى أن ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز لا يستند إلى أي حقيقة راسخة عنوان الصحيفة يوحي أن السي آي اي خلصت إلى أن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي ولكن سرعان ما يجد القارئ في تفاصيله لاعتماد على مصادر في الإدارة الأمريكية وأنه ليس بتقرير من السي آي اي وثاني الملاحظات وفق مراقبين يشير بوضوح إلى أن السي آي اي كما ذكرت نيويورك تايمز تعتقد بعدم وجود علاقة مباشرة بين ولي العهد وعملية القتل وترجع نيويورك تايمز ما استخلصته المصادر الأمريكية إلى أمر استغربه مراقبون وهو أن ولي العهد نافذ في أجهزة الحكم في السعودية ملاحظة أخرى لمراقبين تستند إلى أن تقرير نيويورك تايمز هو إعادة كتابة لتقرير لصحيفة الواشنطن بوست نشرته أمس البوست كتبت نفس عنوان نيويورك تايمز ورغم أنها أيضا أكدت أن متحدثا باسم سي آي اي رفض التعليق فإنها استندت في اتهام ولي العهد إلى اتصالات مسجلة للسفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان تظهر دفعه خاشقجي للذهاب إلى القنصلية في اسطنبول ونقلت في استنتاجها أن ولي العهد له صلة بالجريمة مع دام السفير خالد شقيقا لولي العهد لكن قصة واشنطن بوست توارد بسرعة وفق دبلوماسيين بعد أن نفى السفير خالد أساس القصة برده القاطع وتكذيبه التقرير وتوضيحه بالتواريخ أن آخر اتصال بخاشقجي كان اجتماعيا العام الماضي وطلب خالد من واشنطن نشر ما عندها لتبيان الحق من الباطل